اشتركوا في القناة اعطني ببشرتنا من خلال مسكات تهدي البشرة وتمنع أثاري الحبوب وكمان هيبقى منورني الشيف عمر هيعمل لنا أكلة كده خفيفة للعشاء خلوني الأول قبل ما اتكلم في أي حاجة أرحب بضيفتي الجميلة مروى نصار ازايك يا مروى ازايك يا مروى منوراني منورك يا عمسي برسي وخلوني أرحب برضو بالشيف عمر ازايك يا عم مروى خليني أنا هاجي لك تاني عشان أعرف انت هتعمل لنا أكل ايه النهاردة مروى عرفينا الأول إيه الألوان الجديدة في الشتاء بوستية والشتاء دايماً بيقوا مرتبط بالدفع فالألوان اللي بتبقى بتدي على دفع اللي هي زي البنيات النبيتيات الموفات الغمقى طبعاً الأسوس بيبقى بيبقى أساسي في معظم ألوان الشتاء فكالون في وسط الألوان اللي احنا بندرجها برضو فبالنسبة للشتاء ألوان كتير قوي 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 معنا السنة دي كانت موجودة برضو السنة اللي فاتت بس بها مرتبطة قوي بالألوان الدفع زي ما قلت لك تمام خلينا قبل أي حاجة البنات دلوقتي موسم الدراسة ده وكله هو نازل لازم بيحط ميكب حتى لو حاجة خفيفة فخليني نبتدي خطوة خطوة إزاي أحافظ على بشرتي من كل اللي أنا بعمله فيها طول النهار وخروب الليل وخروب الصبح يعني ماسكات كده تهدي البشرة قبل الميكب في ممكن زي روتين يومي بالإضافة للمسكات يعني أهم حاجة إن أنا قبل المنام يكون مفيش في وشي ميكب نهائي حتى لو راجع بالليل بالميكب لازم أكون من الضفة وشي كويس بالغسول بتاعي ومفيش مسحة بالميكب روموفر أو بالسائل مزيل للميكب بتاعي دي حاجة تاني حاجة ممكن قبل المنام برضو فيه تونر طبيعي جداً ما قدر أستخدمه في أي وقت الصبح بالليل في أي وقت اللي هو مية الورد مية الورد جميلة جداً على البشرة وطونر طبيعي مش محتاجة مفعش أي كيميكب طب نستخدمها إزاي دي أزاي؟ عادي بقطنة وبتبليها من الإزازة وبتمسح بيها البشرة بتاعي بعديها بنخسل وشنا بمية ولا عادي إن إحنا نسيبها على بشرتنا؟ لا دي تتساب دي بتبقى بعد ما بتبقي غسلتي وشك خلاص بتمسحي لوشك هي بتهدي بشرتك أصلاً في بقى ماسكات كتير على حسب نوع البشرة نفسها يعني لو أنت عايزة ترتابي بشرتك شوية بتنحت تجي مثلاً زباديب والخيار لو عايزة الماسكات اللي هي التفتيح بيبقى فيها اللي هي الترمس والزبادي برضو يعني العسل الحاجات دي بتبقى كويسة قوي للتفتيح وبودرة التلك يعني في بعض الإضافات أنا بضيفها على حسب نوع الماسك اللي أنا عايزة عامله عشان إيه لازم كمان مرتين في الأسبوع على الأقل عمل سكراب لوشي عشان ينظف كل البورز والبصور اللي عندي في البشرة ينظف أي تراب أي حاجات تكون فيها ميكاب داخل فيها ده مهمة جدا طيب سكراب مثلاً زي إيه؟ يعني إيه الطريقة اللي أنت ممكن تقولها للبنات إنه هما يعملوه؟ ممكن عادي بيبقى اللي هو السكراب بتاعي اللي بتشتريه أو لو أنت عايزة حاجة طبيعية ممكن بكريم مراطب خفيف كده ومع شوية سكر وتدعج بيه البشرة بحارة فاردة إلية حاولين بالذات حاولين الإلتيز ونقل حتى لها من الأنف والخدود بالجبح دي مهمة جداً اللي هي المناطق اللي بتفرز دوهم صح؟ أكتر دوهم أه لأن معظم الناس شوية بشرتهم ميلة لدونية أكتر منه طب مروا أنت قلت إن إحنا لازم قبل ما ننام ننظف وشنا كله من الميك أب يعني مثلاً كنت في يوم طويل مثلاً شغل وفيه طبعاً تراكمات الميكياج على وشي إيه الطريقة الصحيحة اللي أنا أخسل بيها وشي يعني فيه ناس بتروح تخسل وشها بعد كده بوايبس عادي تقوم مسحة وشها وكده خلاص أنا وشي بقى نضيف بقى وتروح تنام هو الوايبس على حسب ينظف آه بس أهم حاجة ده هو سائل مزيل الميكياب سائل مزيل الميكياب بقى أهم حاجة أقدر أشيل بيها الميكياب أنت بعد أن تخسلي وشك أو أنت قبل بتلازم تفنيشي كويس بسائل مزيل الميكياب ده علشان خاطر تشيل أي تراكمات بسيطة ولو بسيطة في المسامات بتاعتك في عنيكي في رموشك كل حاجات دي بتفرق جدا إن هي لما بتبات على بشرتك بتبقى مؤزية مش بتبقى مفيدة للبشرة ماروة هرجعلك تاني بس هسأل عمر على حاجة يا جماعة بس قبل ما اتكلم مع عمر أنا وعمر أصدقاء فهتلاقونا بنضحك أو بنهزر فدي حاجة عادية عمر عرفنا أنت هتعملين قتلى النهاردة أنا شايف مقارونا ومشلوم وبني وشايف حاجات حلوة كده يعني عاشة جميل تمام المقادير معانا هتبقى عوالي عن ماتين وخمسين جرام فراخ وفلفل أصمر وملح وبقدونس طبعا للجرنش وتوم ومشلوم وكريمة لباتي والمقارون تمام معانا بصال نادا أيوا السلام عليكم وعليكم السلام بعد إذنك كنت عايزة أسأل خبيرة التجميل مروة على بعض الأسئلة اتفضلي مروة معاك ازايك يا مروة عاملة ايه؟ ازايك انداء عاملة ايه؟ الحمد لله معلش يوم بتعايزة أسأل ايه الألوان بتاعت الشتة الموضة السنة دي وايه ربطات الصرح الجديدة اللي طلع في الشتة غير السيرفون وغير الحاجات دي تمام شكرا يا نادا العاف اوكي هنقول بسيط بسرعة كده ألوان الشتة تانيه عشان خطر نادا هي كانت الألوان الدافية قلنا العلوان الغمقات دي بتبقى جميلة طبعا بتبقى البليل أكتر يعني ما نتكلمش طبعا على فاطة الناس بتوع الجامعة والدراسة احنا بنتكلم على بشكل عام في مناسبة في صهرة في نزول بالليل أو كده بتبقى ألوان الدافية البنيات والهافانات والنيبيتي والموف الغامق والأخضر الغامق الحاجات كلها الغامق دي انا دايما بحس ان الغامق والألوان الدافية الهادية بتبقى أحسن حاجة للشتة بالضبط تبقى مرتبطة أكتر بالشتة ده بالنسبة يعتبر الألوان أما بالنسبة للربطات الترح هو بقى فيه فرايتي أكتر وتنوع أكتر في الربطات يعني فيه ربطات البسيطة يعني الصرحة اللي هي التوركي العادية على حسب بنرجعها الورا على حسب شكل الوش يعني لو هي وشها مدور بتكسرها شوية من هنا عشان لأ سوري بتاخدها بالطول كده علشان خاطر يعني تخلي وشها شوية ببيضاوي لو الشهر رفيع وطويل بتكسرها شوية عشان تدي أكتر تدويرة للوش ده لو بالنسبة انت بتلف البنت بتلف الترحة بالشكل التركي فيه برضو اللي طلع حلوة قوي الفترة دي طبعا مع وجود سوريين موجودين كتير في مصر الربطات السوري بتبقى بندانة اللي هي المقفولة خالص اللي هي بتبقى نازلة كده شوية سوريين موجودين مالي 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 ماليكم السلام مالي 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 أيوة ماشك كنت عايز عرف طريق في حمل البيتزا بيتزا ماشك كنت عارض بموراني تمام الشيف هي رد عليك دلوقتي شكرا عمر نقول لهم دلوقتي الوصفات ولا نخليهم يبعتلنا على البيتج وإحنا نرد عليهم طيب بصوا يا جماعة أي حد عايز يعرف وصفة أكلة يبعتلنا على البيتج اسمها أحلى الأوقات هو عايز طريقة أكلة إيه والشيف عمر هيرد عليه على طول بصي أنا بحس إن ألوان الرسمة العين السموكي بتبقى حلوة في الشيطة أكتر هل دي بتليق على كل يعني على كل رسمة عين ولا إيها هي السموكي من سهل يعني من أكتر الأشكال الرسومات العيون اللي بتليق على موظم أشكال العين ده هو كمان ظريفة بتدي عمق كمان للعين لأ بصي أنا هسيب الورقة كده والألم ونتكلم بقى عادي آه طبعا بس فهي اللي سموكي بتبقى سهلة وبتليق على ناس كتير وخصوص الله اللي بتبقى عنيهم شوية جاحزة لبرة بديبقى الجفن المتحرك بتاعها تطلع لبرة شوية فبالتالي السموكي ده بيديها إيه عمق الجوة أكتر وبتليق برضو على معظم العين بس اللي جفناها مبطن وغميق قوي الجوة يعني تبعت شغل السموكي طيب قوليلي إيه أحسن أحسن نوع للبشرة يحنا عندنا ثلاثة أنواع أو أربعة عادية العادية والدهنية والمختلطة الحساسة دي بقى على حسب يمكن تبقى دهنية وحساسهم أحسن نوع هي طبعاً العادية بتبقى أكتر بشرة يعني تعامل معها طبيعي أكتر يعني الجفة بتحتاج ترتيب دايماً زيادة وخصف الشتاء يعني أساسي قوي دايماً أنا دايماً يبقى معي المرتبات بتاعتي الكريمات ممكن اللي هو الألوفيراجيل ده بيبقى مرتب جميل برضو بس مع البشرة الجافة ما بديه يا ليه بتبقى محتاجة ترتيب أعلى من كده أشواء البشرة الدهنية هي الترتيب فيها بيبقى أعلى أهم حاجة تنظيف بشكل مستمر جداً أستخدم الغسول المناسب لبشرتي كل بشرة وليها الغسول بتاعتي طب هو زي ما بيقولوا فعلاً أن البشرة الدهنية مش بتعجز بسرعة؟ هي بتبقى عرضة أكتر للظهور الخطوط التعبيرية بتاعتنا لأن هي شغالة على طول مسامتها بتوسع وبتفرز دهون بزيادة بس أنا لما أنا أتابع باستمرار إن أنا دايماً أستخدم الغسول بتاع البشرة الدهنية بينظف كويس أصلاً كمان وبيساعد إن الدهون بتاعتي بيتحكم فيها يعني ما يخلعه بتفرز دهون بنفس الشكل الطبيعي هتستخدم صبون عدية هتحس بفرق لما تستخدم غسول لبشرة دهنية وكذلك برضو التنظيف بشكل مستمر الميكت طبعاً زي ما قلتلك ما ينفعش ينام به نهائي وبرضو طبعاً لما تستخدم أي حاجة لبشرتها بتكون لازم مناسبة للبشرة الدهنية ما ينفعش أنا بشرتي دهنية واستخدم مرطبات بزيادة تماماً جداً بخليات تزيد أكتر فأنا لازم إن أنا أراعي ده حتى الألوفيرا جيل كمرطب بيبقى حلو جداً البشرات الدهنية لإنه ما بيبقاش فيه نسبة الدهون طيب معانا مداخلة أم حمزة وعليكم وعليكم السلام لم تنفعش تعرف إيه طريقة صراحة لثيقة الوش رفاية الوش الإيه؟ الرفاية تمام مروحة ترد عليكي شكراً إيه صراحة لثيقة على الوش رفاية؟ الوش رفاية زي ما قلتلك لأنا لو هلبس طرحة تركي بثنيها من عند الوش من جنب الخدين بزيادة شوية ده بيدي تدوير أكتر للوش وبيقلل طول الشكل الوش شوية وممكن برضو مع التربونات بتبقى حلو يعني الوش رفاية مع التربو بيدي تدويرها شوية للوش وخصون لو هي عالت التربو شوية بفوليوم من تحته عالته بأي حاجة طرحة صغيرة بعندانا أو تبر إيه تحته بتحطه تحتها وبتلف التربو برضو بيديها إيه فوليوم شوية بيدور لها وشها أكتر طيب مروة عايزة أعرف برضو حاجة دلوقتي زي ما قلنا في أول الحلقة إن موسم الدراسة ابتدى وطبعا مش كل يوم هاجهد بشرتي وأحط ميكب كتير فإزاي أحط ميكب يكون خفيف على وشي وفي نفس الوقت يكون برضو باين إن أنا وشي مش مجهد من الصحيان بادري والصهر طول الليلة بوسي طبعا طلبت الجامعات المفروض بينزلوا طبعا في الشمس وبيحتاجوا ميكب مبدئيا لازم السان بلوك وبرضو الخاص ببشرة فيه سان بلوك ينفع البشرة الجافة يعني السان بلوك بيتحط قبل الميكب عادي؟ أنا ممكن أقول لهم طريقة بسيطة كده ممكن محتاجوش للفول كافر إن أنا هحط فونديشن أو حاجة باكب ألو؟ ألو؟ أيوة يا رانيا ألو أنا ولاء ولاء؟ أيوة إزايك يا ولاء؟ إزايك يا ولاء؟ أهلا بحضرتك وأنا بتكلم معلش من الشرقية وأنا متابعة أستاذة مروة بقالي كثير جدا وبصراحة أنا كان نفسي بس أسأله سؤال هو ليه الميكب بتاعها بيبقى شبه الناس بتاع الممثلين بس الميكب اللي في الكوافرات ما بيبقاش شبهه؟ يعني هي بتعمل إيه؟ يعني أنا بس كنت عايزة أفهم أنا طبعا أكيد أنا مش هفهم هي بزي ما هي بتقول يعني أو زي ما هي هتعمل بس كنت عايزة بإيه الاختلاف اللي الكوافرات بيعملوه والناس الشطرة اللي دعيها كده بيعملوه بيختلاهم الناس زي الممثلين إزاي؟ أنا بسكرك أول يا ولاء على الكلام الجميل ده بصراحة وفي جد مرسي ليكي والمتابعتك والمداخلتك الجميلة دي شكرا يا ولاء أنا أرد عليكي حالة لحظ السؤال اللي هي سألته مهمة أه ولدي شخصية مركزة وجميلة جدا بقين بصري يا سيسي هو الفرق حاجة يعني الكوافرات بيبقى هي مهنة موجودة لحد الوقت بس هم بيحطوا الميكيب بشكل عادي عشوائي شوائي اللي هو مش 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 يعني أنا ينفع أحط ميكيب لا هم عندهم خطوات أساسية بس بيبلوه على كل الناس لكن مش بيشوفوا مثلا الفرق بين البشرة دي والبشرة دي البشرة شكل الوش في عجل تليق على دي وما تليقش على دي ووش الوشة من الخدود من العظمة الخد من عظمة الفك من العين وسعها شكلها عليق عليها أنية رسمة الحواجب العنين قريبة أو بعيدة رسمة العين دي أصلا بتبقى مشكلة في الوش يعني أول حاجة بتبتدوا بيها هي رسمة العين صح؟ تمام أو يعني بصي بتبقى طرق مختلفة من الشرطة بتدي برسمة العين أنا عم مثلا بشتغل بالإثنين طيب بطيب رسمة العين وطيب ما بطيب الوش كل مرة بشتغل بطريقة زي ما برتاح يعني المهم أن في الآخر الفاينل بيطبع كويس بس هوا اللي بيفرق في الشغل الميك أب أردست أو خبراء التجميل عن الشغل الكوافير الدراسة الدراسة أن هما فاهمين تفاصيل كل وش فاهمين الكنتور ده عينفع على دي ازاي يعني الوش ده محتاج كنتور شكله عامل ازاي وينفع شرسم كونتور دي مش أي وش عايز هو هو نفس الكنتور؟ وهكذا بس حتى الروج يعني حتى الروج بيفرق لون الأسنين بتفرق مع الروج على ما بس لم يفعش تبقى الأسناني صفرة وحاطوا اللون أورنج أو أحمر تباين الصفر الأسناني أكثر فكل ده بيفرق فهو ده الفرق بين الشغل الخبراء التجميل وشغل الكوافير طب قبل ما نأخذ المداخلة أنت قلت أنا هقولي البنات كده على طريقة كويسة أن هما يستخدموا بيها الصان بلوك صح؟ تمام وأنا بهذا قلت دلوقتي أنت هتستخدم هتغسل وجهها طبعا بالغسول بتاعها كويس جدا وتمسحه بالتونر سواء بمية الورد أو بالتونر بتاعها اللي هي بتستخدمه وبعدين ممكن تحط البرايمير خفيف جدا تكون حاجة اللايز على البوشرة إنهوا برضو أنواع كتير بعيسًا بتاعي علشان ايه كان المناسبة او اللي جامعه وبما اننا بنتكلم في الجامعة فهنستخدم حاجة تكون ايه هدي على بشرتنا عشان ما نجهدهاش هنحط الساون بلوك بتاعنا الساون بلوك ده مهم جدا لازم ما تنزل الشمس اتعرض للشمس بالساون بلوك ان هو بيحميها من قشعة ضارة بتضر البشرة معه الوقت وهي اللي بتسبب لها اكتر التاجعي فلما هتحط الساون بلوك هتحس ان بشرتها بقت سموز اكتر والدنيا بقت حلوة هتحس انها مختلفة احنا ممكن نديها بباودر سواء لوز او كومبت زي ما هي بتستخدم تعمل بشرتها كلها بعد الساون بلوك بالباودر كأنه فاونديش يعني تعتبر الساون بلوك ده فاونديش وتحط الباودر بقى عادي هتحسي ما تديل مط فيه كده وجليل وبشرة طبيعية وصافية الضبط كده طيب معنش معايا مداخلة ايوا هالا مساء الخير يا هند مساء النور ازايك يا حبيبتي عاملة ايه الحمد لله يا حبيبتي منورها البرنامج وكمان منورها في الطايم الجميل ده حبيبتي ربنا يخليكي ربنا دايما يبارك فيكي كده ويتقدم لنا حاجات مختلفة وفاقة حلوة جدا كمان الشيف عمري منور معاكي مساء النورة مساء النور يا هالا عاملة ايه مساء الفل منور يا أستاذ عمر الله يخليكي ده بنوجه طبع عامر النهار ده يا هالا يعمل لنا عاشا كده هنشوف بقى الاكل بتاعه حلوة ولا وحش بص يا انا كنتم تبعي لما كان على استاذ البلد كانوا دايما بيقدموا حاجات جميلة اتمنى بقى ان يكون فيه حاجات افضل على الصحة والجمال لا هو بصراحة احنا كاننا الاكل بتاعب كده في رمضان ومش قادر اقولك بقى لا بصراحة كان حلوة يعني بص يا النودة هو كده كده الحلقة هتكون مختلفة بوجودك يا حبيبتي تسلمين يا رب اتمنى ان هي تكون حلقة جميلة ودايما حلقاتك الجاية كلها جميلة حايبتي ربنا يخليك يا رب يا قلبي نسيل فل عليكم وربنا يوفقكم ربنا يخليك ووفقك يا قلبي ربنا يخليك يا حبيبتي حايبتي تسلمين شكرا لك نكمل كلامنا الوقت احنا ابتدي مثلا بقى خلاص احنا عملنا الوشة كأنه فونديشن وباودر بسيط جدا بس طبعا مش فونديشن احنا قلنا فونبلو ممكن بقى كنتور باودر مش كريمي مش هستخدم كريمي خلص مش محتاجين ده خلص في الجامعات وفي الدراسة بالباودر نبتدي نغمق المناطق اللي هي عندنا بارزة قوي عايزين نقللها ونبرز المناطق اللي عايزين ننورها شوي بس فاحنا دلوقتي نحط مثلا على حسب بقى شكل وشها ايه بفوض ان كل بنت تتعلم مع الوقت الكنتور بتاعها عامل ازاي بس فهتبتدي هي توزع الكنتور بتاعها على حسب شكل وشها كنتور مناخرها بطريقة لايت قوي وخفيف قوي ما تبقاش ملحوظة وشوية بلاشر صغيرين طبعا هنبرز عينينا بقى بالمسكرة او الايلينر او كده وهنصرح واجبنا بالجل حواجب خفيف كده بس انا شايفة ان ده هي هيبقالوك هادي ومناسب كمان للجامعات بسيط جدا بسيط وشكلها طبيعي وبارس جمالها وملامحها جدا طيب انا عايزكي بقى تقولي نصيحة لكل البنات يعني انت مثلا حابة تقولي بخصوص البشرة مثلا يحافظوا على بشرتهم ازاي على حاجة في الميكب على لف الطرحة عايزكي بقى تقولي نصيحة لكل البنات نصيحة لكل البنات ان هي تختار كل حاجة اللي هي المناسبة لها يعني لو انت هتربطي ربط طرحتك لازم تبقى مناسبة لشكل وشك لازم تبقى وتكوني انت اكيد كل البنات دلوقتي بتتابع اليوتيوب وبتتابع كل خبرات تجميل ومصممين ربطات الطرح فهتهتم بالحاجات دي عشان يبقى شكلها توتلي في الاخر متناصف وماشي مع بعض ده بالنسبة للطرحة بالنسبة للميكب برضو لو هي قدرت ان هي تعرف تفاصيل وشها دي اقدر ان انا اعملها كميكب ازاي ليه عليا وانا نازلة لوحدي ومستقل يعني واعمل شوية ميكب بسيط جدا وانا رايحة الجامعة وانا رايحة شغلي الصبح ده هيبقى جميل جدا منها طبعا احنا مش منتكلم في ميكب بروفيشنال خالص علشان هما مش هقدروا يعملوا ده لوحدهم احنا منتكلم على حاجات بسيطة فهي زي ما قلنا ان هي لو هي هتبقى نازلة الصبح بتحط السامبلوك ده كأنه اللي هو ايه الفونديشن بتاع يعني الكنتور لو قدرت قدرت ما قدرتش خلاص خلي وشك بطبيعته وتعمل الحاجة اللي هي مناسبة لوشك يعني مش اي كنتور اهم حاجة تعملي المناسب لبشرتك والمناسب لشكلك ماينفعش تعملي حاجة هي لمجرد ان انا بعملها عشان الكل بيعملها علشان دي ممكن ما تبقاش لايقى عليها بتخلي شكلها اللي هو الطبيعي احلى بكتير من اللي هي عملته في نفسها فانا دي نصيحة انا بنصحها لكل الناس البتي اللي بيلي عليكي طرحتك اللي بتلي عليكي مايكب اللي بيلي عليكي الالوان اللي بتلي عليكي مروة الوقت معاك يجري بسرعة جدا بس احنا بنوعد المشاهدين ان احنا هيبقى في حلقات كتير مع مروة وهيبقى في موديل هتنفذ لنا عليها مايكب هيبقى كزا نوع مايكب إن شاء الله في الحلقات اللي جاية مروى أنت نورتيني بنولك والله وإن شاء الله برضو يبقى في حلقات جاية وعيدي المشاهدين إن شاء الله أكون هكون مع هند بإذن الله قريب تاني في حلقات تانية كتير إن شاء الله مع بعض إن شاء الله يا حياتي مشاهدين خلونا نطلع فاصل ونرجع للفقرة التانية اللي هيكون نورني فيها المشخصاتي محمد سيد سيكا نطلع فاصل ورجعين تاني